لماذا هي تصريحات وزراء بايدن؟ وحصوصا أولئك الوزراء الكبار مثل وزير الدفاع الأمريكي هي دائما متناقضة مع كل التصريحات التي أدل بها الرئيس الأمريكي فيما يحص الشرق العسط والمملكة العربية السعودية بالتحدد وزير الدفاع الأمريكي يعترف بقوة الجيش السعودية وقال أن قوات السعودية هزمت ما يقارب 90% من الهجمات الصاروخية والمسيارات القوات الملكية السعودية هزمت ما يقارب من 90% من الهجمات الصاروخية للحوثيين على الأراضي السعودية دليل واضح على نجاح القدرات الصاروخية للمملكة العربية السعودية في التصدي لكل الهجمات العذائية الآتية من خارج تصريح جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي خصوصا بعد سحب الباتريوت الأمريكي من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن ربما اعتقد البعض أن ذلك السحب سوف يؤثر على القدرات الدفاعية للمملكة وهو ما فنذه شخصيا وزير الدفاع الأمريكي فنسبة 90% هي نسبة نجاح كبير جدا خصوصا حين يتعلق الأمر بالسواريخ الباليستية الصغيرة والطائرات المسيرة تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مختلفة تماما عن قرارات وتصريحات ذي الرئيس الأمريكي جو بايدن فهل هو اختلاف في الرؤى بين الطرفين أم أنها سياسة بايدن الجديدة تجاه المملكة العربية السعودية فقد أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز الدفاعات الجوية السعودية وحسب موقع العربية قال أوستن نعمل مع الحلفاء لتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لمواجهة التحديات كما أكد وزير الدفاع الأمريكي خلال كلمة له في منتدى حوار المنمى وقال أن تعزيز الدفاعات الجوية السعودية يأتي في إطار مواجهة إيران مؤكدا أن دعم إيران للإرخاب من المخاطر العابرة للحدود والتي يجب مواجهتها حسب تعبيره وطلب الوزير الأمريكي الحوثيين بضرورة وقف هاجماتهم على المملكة العربية السعودية قالنا على الحوثيين إنهاء الحرب في اليمن ووقف الهجمات السعودية وتأكيد الوزير الأمريكي على أن الحوثيين هم المجبرون على وقف الحرب دليل واضح من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكية على أن هناك تغير منهجيا في رؤيتها للحرب في اليمن حيث طالب من الحوثيين وقف الحرب وليس المملكة العربية السعودية وقال سنعمل على حماية قواتنا في المنطقة ضد هجمات إيران ووكلائها مشيرا إلى أن التزام بلاده بأمن الشرق الأوسط هو التزام قوي ونعمل على تعزيز الردع ضد إيران هذا التصريح يأتي مغيرا لما قاله بعض المحللين في الأشهر السابقة بأن الولايات المتحدة لم تعد مهتمة بالشرق الأوسط كما قبل وأنها أصبحت تركز فقط على مواجهة الصين كما أكد أستنانا مهمته يدعم الدبلوماسية للدفاع عن مصالحنا ومصالح حلفائنا مؤكدا أن أمريكا ستزيد من قوتها في الشرق الأوسط إذا اقتضت الحاجة لذلك كما وصنف الوزير الأمريكي الخطر الإيراني على أنه من أبرز التحضية قائلا كورونا والتغير المناخي ودعم إيران للإرهاب من أبرز التحضية ولهذا شدد على أن بلاده ستستمر بتعزيز شاركاتها لوقف تمويل الإرهاب ومكافحة الضعاية الإرهابية مطالبا بالعمل معا لمواجهة الإرهاب في أفغانستان سواء القاعدة أو داعش موسيقى